أكد وزير الخارجية سمح شكري أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في غزة ترقى لجرائم الحرب جاء ذلك خلال استقباله للاسيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة شدد شكري خلال اللقاء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قصري وتدمير للبنى التحتية ضد سكان القطاع وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء ركز على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المترضية في قطاع غزة وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني